أعلنت اللجنة المشتركة بين الطيار الصدري وعصائب أهل الحق نتائج اجتماعيها في ميسان باستنكار جرائم القتل الأخيرة ومساندة القضاء والأجهزة الأمنية لأحد دورها وذكرت في بيان المشترك أن مخرجات الاجتماع في ميسان تضمنت إدانة جرائم القتل ومساندة القانون في فرض الأمن فضلا عن استمرار التحقيق للكشف عن الجنات المنفذين لعمليات الاغتيال الأخيرة في المحافظة كما دعت اللجنتان أهالي ميسان إلى التحلي بالصبر لتفويت الفرصة على من يريد إثارة الفتنة بين أبناء الأب الواحد على حد وصف البيانة